اهلا بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور وصلنا معاكم لفقرة الصحافة والدنيا فيها سمحولي ارحب بضيفي أستاذ إسلام الجرحي الركحي الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار أهلا بحضرتك وصباح النور خلينا معاك كده نشوف الدنيا فيها ايه والأخبار النهاردة وأهم المنشطات المتصدرة الصحف وهبدأ مع حضراتكم من جريدة اليوم السابع الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 37 سريعا كده القانون ده بيقول ايه أو الخبر بيقول ايه كان مجلس النواب وفق على القانون ونصة المادة الأولى على كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقارب أو أسهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب الحبس يعاقب الحكس المدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين يمكن القانون ده هيفرح ناس كتير بكتش عارفة تاخد حقها زوجات كتير يمكن عنده المشاكل الزوجية المطروحة أو موجودة قدام القضاء دلوقتي بالزبط لكن خلينا أقول لحضرتك برضو أن أحيانا بيكون فيه العكس يعني ممكن يكون برضو الزوج لا يمتلك القدرة المادية دي بيحصل طلاعب واستغلال بعض صغرات القانون للإدرار بالزوج في المشاكل فمش هايزين نجزم أن دايما الزوج على حق ولا دايما الزوج هو اللي على حق ده ممكن يحسم إزاي في ظل القانون والتخبر الهدارين هو وحداتك طبعا تصديق سيد رئيس على قانون رقم 6 لعامة عشرين عشرين هو انتصار الأمامة المصرية حلقة أصدرته نقطة مهمة جدا إزاي نحن قدر نقول أن مين صاحب الحق في القضاء دي المحاكم بتفصل في من صاحب الحق بعد كده بيتم تنفيذ حكم قضائي فإحنا هنا أمام قانون بيطبق لحكم واجب النفاس يعني سيد الرئيس هو هنا أعطى إشارة واضحة النهاردة حلقة الأرامل والمطلقات أو اللي عنده مشكلة مع حضانة أو أصل الطفل دايما بنشوف بيأخذ حكم قضائي ويفضل عشر سنين ما فيش حد بيدفع حاجة فهذا القانون هو إشارة واضحة وصريحة النهاردة حيك عندك أب طارق أولاده أو طفل أو كده لا هيبتدي يدفع هيواجه النهاردة مشكلة في خدماته الحكومية وبالتالي هو النهاردة هيتجه إلى الدفع قصة مظلوم أو مش مظلوم فدي بتترك أمام المحاكم بمعنى إيه هيواجه مشاكل في الخدمات الحكومية عشان برضو الناس تبقى فاهمة معنا اللي مش هيدفع يعني اللي مش هيدفع حركة النهاردة اللي مش هيدفع هيبقى قدامه حاجتين للحبس سنة لغرامة 500 جنيه في حالة التكرار ببقى فيها الحبس فيها وجوبي بعد ذلك بيعلق له كل الخدمات الحكومية ما يقدرش يتعامل معايا حكم قضائي فما أقدرش أن أنا أتاجه أجد البطاقة الرقم القاومي أو أستخد جواز سفر أو كه طمع يعني ربنا ما يجيبش مشاكل ويا رب الناس كلها تقدر تتفاهم وتوصل لحلول والدية حتى مع المنفصلين لكن دايما الحقوق والواجبات دي حاجة مهمة كل واحد يعرف اللي لي ويعرف اللي علي القانون طبعا لقى يعني تأييد من المجلس القاومي للمرأة ويوجهه الشكر لمجلس الدواب والرئيس السيسي وأعتقد أن ده كمان بيقضي على المشاكل في المحاكم برضو ويعني بيضمن للطفل حقوقه وفي نفس الوقت يعني إحنا ده انتصار للمرأة نهاية ده تقدر حقها بشكل كميني إحسن منازعات كتير يمكن بقالها سنين مش عارفة تاخد حقها مثلا مرأة تكون مظلومة ولا منكوب نروح لخبر تاني من جريدة الوطن السيسي يعالج خسائر 2011 الاقتصادية ويوجه بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعترة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال 2011 وما صاحبه من أعمال سارقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الانتاج ازاي الاجتماع ده أو النتائج المسمرة اللي احنا منتظرينها وبالفعل يمكن فيه ناس كتير قوي خسرت كل اللي عندها والغاية النهاردة ومع الطفرة النهضة الاقتصادية اللي حصلت في مصر لكن بعض الأشخاص أو بعض أصحاب الأعمال لسه مدروش رجعوا العجلة الانتاج بالنسبة له دي حيث خالي نرجع خطوة كده الوراء عندنا بحدة أحداث يناير 8000 مصنع بسبب الانفاة الأمني بسبب الاعتداء على خطوط الطاقة كهرباء مياه غاز وجهنا مشكلة كبيرة عندنا ربع مليون مواطن عامل فقدوا وظيفهم عندنا بعض رؤوس الأموال توقفوا عن الانتاج دي كانت مشكلة كبيرة في بعض أصحاب الرؤوس الأموال غادر مصر البعض موجود ومازالا متمسك بالحلم التحاد النقابعة عمال مصر أكد أن عندها 8000 مصر وده رقم ضخم هنا سيد الرئيس وجه بلجنة الحصر كل هذه المصانع المتوقفة والمتضرر المفروضة اللي هي متوقفة عشان متضرر ويوجه أن يتم دراسة مشاكلها وإعتماد مبلغ تمويل مالي لإعادة الإنتاج مرة أخرى في هذه المشروعات وبالتعاون مع البنوك وبفايدة أقل لي 5% وده خطوة مهمة جدا أنه من حقنا وحق الأجيال القادمة أن ترى مرة أخرى اكتفاء ذاتي داخلي وإعادة تصدير بعض المنتجات المصرية إلى الخارج فده خطوة مهمة نحو الصناعة ودولة 30 يونيو بتحاسب على خسائر أحداث يناير صحيح ويمكن الناس البسيطة بعض الصناعات اليدوية اللي بتلقى قبول وقت تصديرها للخارج فالصناعات الصغيرة والمتنهات الصغر نورده بتمثل يعني يمكن خط وعامل مهم جدا في نجاح الاقتصاد القومي مش بس المشروعات الكبرى يعني عشان كده دولة بتركز جدا على المشروعات الصغيرة والشباب دلوقتي نروح لخبر تاني من جريدة المصري اليوم رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالجيش الثاني الميداني شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود دوي جانبين والذي نفزته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة يمكن تفاصيل الخبر اللي فيها يمكن بعض المصطلحات أو الحاجة اللي هتبقى شوية صعبة على الناس لكن النهاردة كنا بنفرح الناس بترتيب الجيش التاسع على مستوى الجيش العالم هذا خبر مفرح جدا وهنا بتكلم عن جزء أو ركن بالجيش الثاني الميداني وخطوات وطفرة تانية في تقدم الجيش هي طبعا المرحلة الرئيسية دي كانت ضمن خطة تدريب القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية نحن نفذنا خلال هذه المرحلة السيطرة التامة على أحد الخطوط الحيوية مع نصر إبرار الجاوي طبعا بمقراضات الرماية طبعا ده بدينا حاجة انطباع أنه دي رسالة تأكيد وجاهزية لقواتنا المسلحة بالإضافة أنها رسالة راضح لكل ما نساولنا نفسه الاقتراب من مقدرات مصر ده حاجة بيتمي بالتوازي احن نرفع الكفاء الكتالية لمقاتلين وفي نفس الوقت فيه ظل التفرة التسليحية اللي موجودة يعني حضرتك خلال الفترة الماضية التصنيف ده اللي هم نحتله مش من فرغ لا نابع من قوام الجيش المصري والعقدة الكتالية لأبنائها ثم التسليح عندنا الأول مرة من سنين نشوف كم التسليح والتنوع في مصادر التسليح في الفترة اللي فاتت من ضمن هذه الأسلحة الكامو 52 ودي أحدث مقاتلة روسية في العالم كانت تم الإعلان عنها خلال إحدى المنورات التدريبية ده حضرتك المدى بتاعها 5200 كيلو في التحليق الجوي دي مخصصة للمدرعات المعادية يعني هي كأسلح روسي أعلى من الأباتش الأمريكي دي حضرتك كمان لديها القدرة على حمل اثنين من أسلحة على خلال ست نقاط حصينة التفرة التسليحية اللي موجودة دي رسالة رضع لكل واحد يعني كل دولة أو كل على المستوى الإقليمي أو الدولة إنه نفكر يا عرب من مصر وده حضرتك بحق الأمن والأمان الداخل للمصر والمنطقة العربية ككل فطبعا كل يوم بنشوف نجاحات الجيش المصري وده صمام أمان للمواطن المصري بنقوله تطمن جيش بلدك بخير جيش بلدك قادر على رضع كل مهما كانت الظروف والأحداث اللي في المنطقة لما بتسمع وتشوف جيشك بيتسلح إزاي وكل الأخبار الإيجابية يعني طبعا مش كل حاجة بينفع أنها تتقال لكن دي تدي طمأنينة لجيشنا شوف حضرتك الخريطة في الوضع عندنا يعني أشقاء الجانب اللي بيعمل إزاي الجانب السوداني جانب اليمني الجانب السوري فإحنا الحمد لله المنطقة الخضرة المضيئة وسط هذا الخراب وعايز أقول لحاجة على حاجة إحنا في ظل هذه الحرب الشرسة في مواجهة الإرهاب أنه عندنا معركة أخرى عراقة بناء وصعب جدا حاجة في المعادلات أن تلاقي دولة بتحارب وبتبني وبتعمر كل ده من مشاريع وقت واحد كل ماشر بالتوازن فدي حاجة تحسب للقراضة السياسية وتحسب لجيش مصر الوقت يا رب كل الخير لنا والبلدنا خلينا نروح لخبر تاني من جريدة المصري اليوم الخبر بيقول وزيرة الصحة خلال استقبالها للقادمين من الصين مصر قادرة على حماية أبنائها تبعت الدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة والسكان وصول المصريين الوافدين من الصين بمطار العالمين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن أكدت الوزير وفق الليبان صحفي أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات وتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر الحقيقة يعني برضو حالة من القلق بعد رجوع المصريين على قد ما هي فرحة أن أولادنا رجعوا ربنا ينجيهم كده يا رب من الوباء لا أولا يعني بطبع حركة أستاذ المشاهدين فيش أي قلق خالص جميع المصريين عقادين من الصين لا توجد أي حالة واحدة مصابة عايزين نقول هنا شكرا للدولة المصرية لأول مرة بنشوف مصر الحديثة بتهتم بأبنائها الجانب الأمريكي بين المواطنين بألف دولار نحن النقل والإقامة والتعايش والفحص مجانا ساعة الرئيس من أول البداية القصة كان عنده تعلمات واضحة لوزيرات الصحة يتم اتخاذ كافة الإجراءات وبدقة وبدون تردد لأول مرة بنشوف الدولة وزيرات الصحة في استقبال العائدين يعني حاجة ملحمة وطنية وزارة الصحة قواتنا المسلحة الشرطة كله يعني في توحيد الجهود من أجل عبور هذه المحنة الحمد لله عايزين نقول للسادة المواطنين نحن الجميع العقادين بما فيهم فحص للتقم الطيران الحمد لله ما عندناش أي حالة الحمد لله لحد الآن الناس بيتلقوا تحت الرعاية كده في أحد المنشآت السياحية بالعالمين فيش عندنا أي حالة هم يعتبروا في حجر صحي لغاية لما برضو نتأكد إن شاء الله يقدرو لكن الفحص المبدأ الحمد لله وزارة الصحة بتعمل في ظروف هجوم وشائعات يعني حداك شفنا من فترة كده حضرتك كوية بترتدي أحد الكمامة في أحد البروفات فيقول لك وزارة الصحة مش بترتدي الكمامة بشكل صحيح ويعني فيه عملية تشويه للدور المصري العظيم اللي بتقوم بالدولة ونحاول إحنا ناخد القضية لحاجات ومفادات مختلفة تماما عن صلب القضية إحنا خلينا نقول برضو كل الأجهزة وكل الوزارات وكل الهيئات بتعمل بتوجيهات القيادة السياسية لأن إحنا نهاردة هليس أن نكون صفحة بنقول المشع أو العمل على قدم وساق لما بلاقي القيادة السياسية حكيمة فبالتالي طبيعي جدا نشوف البقي لازم يخطو خطو ده والتأثير في أي حاجة أو التجاوز أو الإخلال بالتوجيهات دي بيحاسب من يخطو طيب أروح مع حضرتك لخبر أخير من بوابة أخبار اليوم السعيد اتفاقية الصندوق السيادي وجهاز الخدمة الوطنية تستهدف تعظيم عوائد الاقتصاد أكد الدكتور هلا السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة وسندوق مصر السيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة ووضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وسندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول دات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية طبعا وضع التنفيذ لتوجهات السيادي الرئيس أثناء الافتتاحات في محافظة الفيوم كان وجه بطرح أسهم بعض الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة وبالتالي دي فرصة عظيمة جدا للقطاع الخاص المحلي والدولي أن يشارك جهاز المشروعات الخدمة الوطنية في تحقيق نمو وطبعا ده ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة ودي خطوة عظيمة جدا وانا شايف كمان أن جهاز الخدمة الوطنية بصراحة يعني قبل بلاء الحسن في حدث 25 يناير وبيستمر ودي المرحلة المناسبة لكي يتم طرح شركاته في البورصة وان شاء الله نشوف مزيد من المشروعات الكبيرة التي تخدم الانتاج المحلي والتصدير الخارج يا رب ان شاء الله بشكر حاجة جدا أستاذ إسلام الرجحي الكاتب للصحفي بجريدة الأخبار نورتنا وصباح النور شكرا لوجودك معنا نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل إعلاني وبعدها نرجع نتابع الفقرات الروسية في حلقتنا المعدة